أهلاً أهلاً وصفة كبسة جداً جداً لذيذة متأكتب تعتمدون هالطريقة الكبسة اليومية مع رزلين يلا نبدأ رزلين يا بنات الناس اللي عارفت هنا فاش انتم عارفينه هونتم اللي تعلموني على النحطة اللي ما يعارفونه أحب أقول لكم إنه من أنواع رزل عنبر البشاور وميزة إنه يتحمل الحرارة وتشوفون بعد الطبخ إنه نسبة الكسر في صفر بالمئة قبل مغسلة دعوني وريكم مياه يتميز إن حبتها صلبة ما تنكسر لكن ياخذ الطعام وبنفس الوقت أبيض من قلوب بعض البشر ميزات يا بنات تبارك الرحمن إن حبتها مرة بيضة قبل و بعد الطبخ ما تنكسر ما فيه شوائد دعوني بنقبخ أنا وياكم ووريكم مياه بإذن الله تحت الناريس خاني مقدري شوي أضيف كمية من الزيت ودكم بزفده براحتكم ورح نضيف مجموعة البهارات رح أكتبها لكم طلبت البهارات العدلة حد ما طلعت ريحتها رح أضيف مكعبات البصل وعندي هنا مكعبات الفلفل الرومي طلعت عندي ريحة البصل وإنحمس ريحة البهارات رح أضيف معجون الطماطم وأستمر بالتقيبل حد ما يطلع زيت الصلصة طلعت عندي زيت الصلصة رح أضيف مكعبات الطماطم المباشرة ملح كمون وفلفل أسود وابهار مشكل سبكت عندي كل قادير مع بعض كما أنتم شايفين رح أضيف الآن الليمون الأسود ورح أضيف الدجاج نقطع ومشيول منه الجلد وعندي هنا بعد مكعبات البطاطس نقطع ماء هديت النار وغطي القدر ورح أبعدها على العين الثانية نار هادية لحد ما تطلع الماء ويتسبك ويستوي نروح نسلق الرز من جلسة القرز حطيت هنا شوية زيت وملعقة زبدة تركها لحد ما تذوب وتسخن أسبركم حبة الرز فقط أنها مغسور يمكن تقريبا خمس دقائق دقائق بماء الحنفية العادية رح أضيفها رح أضيفها وأقلب بس قلبتين مع الزبدة والذيت رح أضيف الماء المغلية تقريبا بس لنتغطيه مع الملح وأتركها ثلاث أرباع السواء حل ما قلنا ثلاث أرباع السواء شوفوا تبارك الرحمن شوفوا شوفوا لون الحبة شوفوا لون البياض وشوفوا خلوني وريكم وما بعد خلصتها شوفوا طول الحبة شوف الله نصل على محمد والريحة شي شوفوا من غير ولا نقطة ماء فعليا ودي أتصلكم الريحة الآن نأخذ الرز نحطه فوقه شوفوا شوفوا وشلون نثري تبارك الرحمن شوفوا اللون وشلون شوفوا اللون شوفوا خلاص لأنا أتركها تقريبا ثلاثين دقيقة على نار هادية بس قبل رح أحط شوي بصل مجي عرفتو حق الكشري وهنا منقوع الزعفران مع الفلفل الحار وغطيه وأتركه نار هادية تقريبا ثلاثين دقيقة شوفوا 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 سمعتمعًا تاتوريال الدق بالخمس بالكبسة شوي بس لأنها حار وعصرة ليمونة هي وكذا ويا سلام شوفوا تبارك الرحمن بس الحبة شوفوا اللون الريحة شي مبطبيعي